من..." إ salt... مساء النور يا يا أطبي مerten نور والجمال على عيودها فازي أبت منك لها الحقاً وصل ما يحكمش لأ ، ياخته حاكم بإبقى يلا ياختي خلاها تشبع بي إتفضل يا جميال هلي أفتح للمحل كل switched people يا يوه هتلحش يا معلم سلامتك يا معلم انا اجد عاجل في الدنيا ادا احنا هنشوف ضيح ده بنقول اجد عاجل انت زعيلت يا يوه يو ده انت سيد الرجل كلهم اهوك ده في صحه الحلويا في صحتك يا يويو عزة عزة نعم يا وزا تعال تعالي قولي تعالي ما وريلك حاجة حاضر تعالي بوسي في دكتور طالب ممردة متمرنة ايه رأيك يا مدام ده نبالي كنتوشف كل ما راح شغلانا لأي حاج اخدها يا بنتي يا حبيبتي جربوا وروح المراجي كمان العنوانهم اجرب اهم حاجة عندي المواعيد لازم تكوني دايما في العيادة في المواعيد المزبوطة واتنظمي لمواعيد المرضى حاضر يا دكتور اتفضلي دلوقتي وبعتيلي اول مريض مدامة السلام اتفضلي لسه كتير يا مدموزل لا حالا اتفضلي استريع علو ايوه حاضر يوم التلاتة الساعة خمسة اتفضلي الحمد لله مدام مدام ايوه العبل انت عزة واصل عزة عزة لا لا خفايا يا بنت لا لا من البلع خرجت لحد الآن لست مرجعش مرجعش انا خيش لكم جردها خاولت اتفضلي 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 انت عزة في تلفون على شان هاي علوم امام اسم العجوزة ايه صفاء مساء الخير مساء النور لو سمحت يا شويش نعم الانسة صفاء جلال ممكن ازورها انسة؟ لاي ست زيارات ممنوع السعادي ارجوك اشوفها بس تشوفيها بتاع ايه؟ اختها؟ امها؟ من بقيتها رايبها؟ لا بس انا صحبتها صحبتها؟ انا مؤكرم يا بنت انت خافي على نفسك اتلم في ديك الساعة احسن تحصليها الله مش تولي بس يا عمرت ايه؟ لا والله تعملوها وتخيلوا صحبتك ياخت انقبض عليها في صالح الاعمال تبت كلش ان كان صفاء ايوة صفاء صفاء جلال الشهيرة بصافي ولو انت عاوزة تشوفيها يبقى بكرة هم مرحلنا عالنيابة يلا منك لها يلا اركبوا يلا امار صفاء صفاء ما تتعبيش نفسك ورايا يا عزي المهم منت خلي بلك من نفسك يلا ما تبليش لكاعة صفاء انا لا يمكن حسيبك ابدا انا هشوفلك محامي احسن محامي في البلد دعارة مقرونة بفعل على اني فاضح وتحليل على الفسق والفجور ما شاء الله ما شاء الله او كده الشغل و الا فلا وقضية زي دي مصاريفها كتير يا أستاذ عبد المتجلي افندي احمد عوض عبد المتجلي خمسة وعشرين سنة وكيل محامي افهم في كل حاجة من المخالفات الى الجنايات المصاريف كم يا أستاذ خد عندي كاستي رسوم في حدود التقريبا والدمغات كذلك وجايت ان احتاج للجفالة ولو ان النيابة هتعترض واتعاب الأستاذ في حدود اكله خمسين جنيه خمسين جنيه ده غير الإقرامية بتاعتي انا لسه ما كلمناش بيها بس مش شايف ان خمسين جنيه كتيرا شوي يا أستاذ عبد المتجلي دي ضعارة يا هانم فعل علني فاضح ومقرون كمان بالتحريض على الفسق والفجور بتقولي خمسين جنيه كتير طيب ممكن قصتهم نعم خمسة جنيه كل شهر بتقول ايه نخليهم عشرة شوف يا ست انتي تسلميني خمسين جنيه على القفل انا والأستاذ تحت عمرك يخسوا تعريفة يخسوا ملين لا مفهوم؟ طيب افوت عليك بكرة يا أستاذ لاني في الحياة ما كنتش عاملة حسابي والله اللي تشوفيه طي متشكرة ومتنسيش الإكرامية بتاعتي نعم بقساتك سابل عادة من الصبح وجايل الظهرية تقولي عاوزة خمسين جنيه دا كلام يا دكتور انا عندي ظروف دا ما كان عملك يا بنتي اكل عيشك انت بالطريقة دي مش هتنفعل انا محتاج لهم قوي يا دكتور من اين انت بقالك اسبوع بتشتغلي ارجوك دي ظلفة وانا حرجحها بالمورة انا قاسف قوي يا عزة احنا لسه في قولها والطريقة دي ما تنفعنيش اتفضلي ارجوك يا دكتور انا قاسف متشكرة انيسة عزة لو سمعت شوف يا بنتي البنسيون هنا لفسهم عاد ومدام الحكاية يطلق للإقسام و للبوليد فانا بقولي اعمل تشوفو لكم مكان ثاني احسر طب ممكن يا مدام استنى البكرة اتفعوا يا بنتي معاكدوا نزل الشنة اي لا عزة ثابت البنسيون لا لا يا ابني قلتلك لا ما عرفش راحت فيه وانا تحت امرك انا زي خوك بالظبط اشرب عشان الكلامي احلى ما اشربش على راحتك احنا هنا ما نخصبش على حد ابدا في صحاتك ايه كنت هتقولي ايه اسدي الحقيقة انا انا محتاجة مبلغ صغير من عناي خمسين جنيه من حساب صفاء 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 ملهاش حاجة عندي ملهاش ايه اه مالك لا ابدا ولا حاجة والمبلغ دا محتاجة ضروري اوي طب اروح بعيد ليه قصدك ايه قصدي مادام صفاء مش موجودة تبقى عزة يعني يعني ايه شوفي عزة انا راجل بيزنس بتاع شغل ما اشتريش اللي ابداها حضرة انا اسف قوي نجيت لك تعالي هنا تراحف هنا بنت الحلال انت حتتعابي قوي هنا ما يجيش الا اللي نسدد في وش كل البواب لكن انا بقى بابي مفتوح لك انت الجنينت انا الشغل في كباريه كباريه هو احنا في كباريه ده مالها ليلي زيه زي اي مكان تاني فيه النظيف وفيه الوسخ وعلى قد ما تدي يا بنت الحلال على قد ما هتاخدي وادي الفلوس ايه تحت امرك لكن ده العمري اما وحيات المنكر دول انا وشرفك انا عمري ما فكرت اشتغل الشغلانة المهببة دي لكن الدنيا غدارة وهي غدرت بيكي زي ما غدرت بيه ها قلت ايه الفلوس ايه تحت امرك خديها وحل مشكلتك يلا يا امور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 قالوا لازم نشوف عروسة عمر فعزمتهم كلهم الليلة علشان تتعرفي عليهم يا عزة طب يلا بينا ندرس الخطة سوا استعدادا للغزب ويترى عروسة عمر كله زي ما بيقولوا قد انتو هتشوفوها بنفسك هي تأخرت ليه انتو عارفين بقى دالع البنات عم اذن اتفضل اهلا وسهلا اهلا اهلا وبعدين الموقف بالزبط ازا بحكتولي وبعدين يا عمر وبعدين يا عمر بقى كده بقى فضل فضل هي حزة تأخرت ليه مش عارف حاطل استعجل لا عزة عزة تعالي عزة تعالي يا حبيبتين اسمحولي اقدم لكم الانسة عزة عزة دين خطيبة ابني عمر متشكرة متشكرة يلا يا ولادة فرفاشوا ونبسطوا يلا يلا ما تتصوريش أن الله دي سايدة دي يا عزي بس يا عمر أنا أنا خايفة قوي خايفة من إيه كل الناس حملك بصلي حاسة زي زي ما كون في امتحان ونجحت فيه بامتياز مع مرتبط الشرف ثم أنت يهمك إيه من الناس مش كيفاني بحبك حلو قوي خطيبة عام لحد مش ألحك بس العيلة بردك فيها بنات حلمين على فكرة بقيمة ناكد الشعر قاص صف الله العظيم أنت مش ملاحظ أن المراد دي مجاش تحافل ليلة مية في المية هو مش موافق على الجواز ترجمة نانسي قنقر عمنا أهلا هي دي أهلا يا عمي أهلا هي دي أيو عمي اسمحني أقدم لك خطبتي عزة عمي اللي هو مراد جهلا وسهلا بقى أنت عزة أيوة سيبنا لوحدنا شوية أهلا تمام يا فرندم علازك عزة ما أنا رجالك على طول سيبنا شوية حالا دعالي أنا عايزك تعرف أني سيتك نشفت دا من مدة ربعة ساعة أنا أيوة إزاي؟ يوم عمر جالك في المجدع عشان يستأذنك إن إحنا نتجاوز دي كنت معاه؟ دي أنا عدت مستنية في التاكسي ربعة ساعة يبقى حميدة ربنا أني مش شوفت كيشو مية ليه؟ لأنه كنت حرفض رفض بقت إنه يتجاوزك كنت هترفض طبعا لأنه كنت هاختفك منه يتجاوزك أنا طبو عمر هنام في إيه؟ هي دي المشكلة سبا طبعا ما رفق في المجدعين حبي المترجم للقناة 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 المترجم للقناة